اشتركوا في القناة يساوي صفر ماشي بدو قاف فتحة للتنين ايش باستخدام تعريف المشتقة. اه باستخدام ايش تعريف المشتقة. وبدو قاف فتحة للتنين. طيب قاف فتحة للتنين يا جماعة باستخدام التعريف فاكرين القانون? اه يا استاذ قاف فتحة. اكتب لكم القانون عشان تفتكروا. اه قاف فتحة الالف. بساوي نهاية. قاف سين. ناقص قاف الف. على سين ناقص الف. وسين تقول الى الى الف. طيب نبلش. بدو قاف فتحة للتنين. اللي يبصر نهاية. سين تقول الى الاتنين. قاف سين. هايها قاف سين. ناقص قاف اتنين. على سين ناقص اتنين. نبلش نعوض نهاية سين تقول الى الاتنين برضو. قاف سين. هايها سين تربيع. زائد اربعة على سين. هاي قاف سين. ناقص قاف اتنين انا حكيت لكم اذا بتفكروا لما تيجي تعود قاف اتنين بتعود هون لحالها وهي لحالها يعني كيف التعود هيكون اتنين تربية اربع بعدين زائد اربع على اتنين اتنين يعني يا استاذ هون ما روح اكتب اربع زي اتنين مكتوب الستة لا تكتب الستة ما بدي اكتب الستة انا بدي اياك لما تحكي قاف اتنين قاف اتنين هاي قاف اتنين في عندك هون حدين تعود الحد الاول لحاله والحد التاني ايش والحد التاني لحاله الاول لحاله والتاني لحاله على سين ناقص اتنين طب ليش هيك يا استاذ ليش هيك انت بتعمل عشان اخد افصل طبعا هاخد الحد الاول مع الاول وهاخد الحد التاني مع التاني يبقى انا دايما هون فهذا السؤال اذا بتتذكره بنفصل كيف هيصير عندي نهاية هذا كله بيساوي نهاية طبعا لما نفصل زائد دايما نهاية وهون سين ناقص 2 سين ناقص 2 سين تقول 2 سين تقول 2 سين تربيع طبعا ناقص 4 هذا سؤال سهل يا استاذ وهااخد 4 على سين ناقص ناقص 2 وهذا كمان سؤال سهل يا استاذ طيب السؤال الاولاني هاي نهاية وهاي نهاية صار عندي نهايتين النهاية الاولانية ما انتو عارفين? هتصر نهاية. فرق بين مربعين. سين ناقص اتنين. بدهاش حال يا استاذاي. بتطلع اربعة. معلش هنحلها. سين زائد اتنين على على سين ناقص اتنين. وسين تقول لتنين. هاي مع هاي. هنعوض. هتطلع النهاية الاولانية تساوي اربعة. النهاية التانية شو بدها? استاذاي بدها توحيد. توحيد مقامات. كيف? هاي يا استاذ هتصير هون سين. وفوق سين. وبعد توحيد المقامات السين هاي تاعت توحيد المقامات. بتنزل لتحد. يعني بصير عندك نهاية. سين تقول لتنين. تحت فيه سين ناقص اتنين. وهتجي هاي السين تاعت توحيد المقامات. هتنزل تحت سين. فوق هيضل عندي اربعة ناقص اتنين سين. هاخد اتنين عامل مشترك. هاي هاللي فوقي يا جماعة. اربعة ناقص اتنين سين. هاي اربعة ناقص اتنين سين. هاخد اتنين عامل مشترك. هيضل عندي اتنين ناقص سين. فرجة الحمد لله. اتنين ناقص سين مع سين ناقص اتنين. هيضل هون سالب واحد. اه والسين هنعوضها باتنين. اتنين بسالب واحد. سالب اتنين على اتنين سالب واحد. ازن هون صارت زائد سالب واحد. يطلع الجواب النهائي يساوي يساوي ثلاثة. ماشي? الجواب النهائيش يساوي يساوي ثلاثة يا جماعة. ازا هذا السؤال. هاي القانون قفت حلال الالف. يساوي نهاية قاف سين نقص قاف الف على سين نقص الف وسين تقول الالف. اللي نهاية قاف سين نقص قاف اتنين على سين نقص اتنين. اه القاف سين. هاي عوضت القاف سين. ما فيه اي مشكلة. والقاف اتنين عوضت الحد الاول لحاله والحد التاني لحاله. ليش? عشان اخد الحد الاول مع الاول والتاني مع التاني افصل. بصير عندي نهايتين. هاي نهاية. وهاي نهاية. النهاية هاي طبعا فرق بين مربعين. طلع الجواب اربعة. وهاي توحيد مقامات زي ما انتم شايفين. طلع الجواب فيها سالب سالب واحد. سالب واحد عندك هون الاربعة زائد سالب واحد. طلع الجواب النهايي. مساوي تلاتة. سهل السؤال يا جماعة? سهل جدا يا استاذ. فانتبهوني من الشغلة هاي تبعت ايش? وارضع عنكو تبعت الستة. تجمعش الحدين مع بعض. طيب. ماشي الحال. السؤال اللي بعدي. هاي دوائر. رجعنا للدوائر. فان معدل التغير. معدل التغير معروف. قانون معدل التغير. هسريع نحل السؤال. هات هذا اللي مني. معدل. التغير. مساوي. قاف. قاف سينة اتنين. سينة اتنين اللي هي اتنين. هو بيحكي لك من سالب تلات الى اتنين. ازن هاي قاف اتنين. ناقص قاف. سالب تلات. اتنين ناقص ناقص تلات بصر خمسة. طيب. عوض قاف اتنين. عوض قاف اتنين. وين قاف سين? هايها قاف سين. اربعة سين تربيع ناقص الف. عوض اللي اتنين. اتنين تربيع اربعة. اربعة اربعة. ستاش. ناقص الف. هاي عوض قاف اتنين. ناقص. قاف سالب تلات. سالب تلات تربيع تسعب. اربعة. ستة وتلاتين. برضو ناقص الف. وهذا كله عكامة. خمسة. اه السالب الف. والسالب الف. مع السلامة. اروح مع بعض. بضل عندك ستاش ناقص ستة وتلاتين اللي هي سالب عشرين على خمسة يطلع الجواب سالب سالب اربعة نجيب. سهل السؤال يا جماعة. بس اكتب القانون وعوض. اكتب القانون وعوض. ننتقل للسؤال اللي بعدي. هات. ايوة. قاف فتح على الخمسة بتساوي تلات. طب كويس قاف فتح على الخمسة ساوي تلات. بدون نهاية هاي. اه طبعا السؤال هات انت ممكن تحلو على لوبيتال. ممكن تحلو هون على لوبيتال. كيف لوبيتال يا استاز? لوبيتال هيك. هتشتق البسط قاف سين. هتصير قاف فتح على السين. مشتقط قاف خمسة صفر يا جماعة. مشتقط قاف خمسة صفر. قاف خمسة هذا يعتبر ثابت. حكيناها اكتر من مرة هاي. قاف خمسة يعتبر ثابت فمشتقطها صفر. تحت. اتنين سين. ناقص. ناقص اربعة. طبعا سين تقول لكم? سين تقول لخمسة. هتعوض خمسة. وبصير عندك فوق. قاف فتح على الخمسة. متحت اتنين بخمسة عشر ناقص اربعة ستة. قاف فتح على الخمسة. اعطيك اياه تلات. يعني هون الجواب تلات على ستة يساوي مص. تلاتة على ستة يساوي ايش يا جماعة? مص. اللي هو مين? اللي هو اللي هو ده. هيحلتها على ايش? على لوبيتال. هتعرف تحلوها برضو على اه المشتقة. على قانون المشتقة. يعني بتصير قاف سين ناقص خاف خمسة. لما المقام هتحلله. يطلع سين ناقص خمسة بسين زائد واحد وتقسمها وتحل السؤال. اعملها. طريقة تانية. البسط هيصير هيك. قاف سين ناقص خمسة. على. هحلل المقام. المقام عبارة اربعية يا جماعة. اللي هو يطلع سين ناقص خمسة. سين زائد واحد. طيب ما هدول يا استاز? هاي مع هاي هيك. مجموعة هاي هيك. هاي هم. شايفين هم يا جماعة? قاف سين ناقص قاف خمسة على سين ناقص خمسة. اللي هي تعتبر قاف فتحة للخمسة ضرب واحد على سين زائد واحد. السين عندك كم معطي اياها بالسؤال? خمسة. خمسة زائد واحد ستة. وقاف فتحة للخمسة معطيني اياها بالسؤال. اللي هي تلاتة. بتصر تلاتة ضرب واحد على ستة. تلات ضرب واحد. تلات على ستة. بتطلع ايش? نص. هاي حلناها على الطرقتين. هدا حل. حل تاني. ماشي? وهذا هون حل اول. هدا لوبيتال. وهدا على التعريف. وحلها على اللي بدك اياه. حلوها على اللي بدك اياه يا جماعة. صليطوا على النبي. اللهم صلى على سين دم محمد. راح السؤال بعدين. يلا. ها. ايوه هون بولي ابحث. ايش? قابلية الاقتران للاشتقاق عند سين يساوي واحد. يا عيني. طيب. هذا السؤال طبعا في البداية. ابحث قابلية الاقتران للاشتقاق. اولا رقم واحد. نبحث الاتصال. فانطلع قاف واحد. وهنطلع نهاية قاف سين لما سين تقول لواحد من وين? من اليسار. قاف واحد عند المساواة. جذر الواحد واحد. نهاية من اليمين. هيتعتبر يمين. وهيتعتبر يسار. برضو واحد. واليسار اتنين نقص واحد تساوي واحد. هدول التلات متسويات هاي بتسوي هاي بتسوي هاي فبنكتب له قاف متصل عند سين وسوح. الان قابلية الاقتران للاشتقاق. بنجيب قاف فتحة للواحد من اليمين. ايش? بالتعريف? بالتعريف يا جماعة? ما حكاش بالتعريف. حكا في السؤال بالتعريف? لا ما حكاش بالتعريف يا استاذ. خلاص. ليش بالتعريف? احنا على طول بنروح على هاد وبنشتق. بنروح على هاد وشو بنعمل? بنشتق. فهذا الاشتقاق هون هيصير عندي. هاد لما تشتقه. او ليش انا اشتقه? ليش اشتقه? كل هياته? ما استاذ فيه من اليمين وفهم ليسار? مش هتفرق. طب ماشي حاضر. اه اتنين نقصين هسا لما نشتق هاد. اتنين نقصين هيطلع عنا سالب واحد. هون المشتقه سالب واحد. وهون المشتقه جذر سين اللي هي واحد على اتنين جذر سين. وهون سين اكبر من صفر اصغر من واحد. وهون سين اكبر من واحد واقل من تلات. هاد اللي هو ايش? قاف فتح. فقاف فتح على الواحد من اليمين. من اليمين هيسين اكبر من الواحد. اللي هي واحد على اتنين جذر واحد على اتنين جذر الواحد تطلع واحد على اتنين طيب قاف فتحة للواحد من اليسار من اليسار هاي اصغر من واحد هتطلع سالب واحد واضح حون ان قاف فتحة قاف فتحة للواحد من اليمين لا يساوي قاف فتحة للواحد من اليسار اذا قاف فتح على الواحد غير موجودة او ممكن اكتب قاف غير قابل للاشتقاق عنده عنده سين مساوي ايش عنده سين مساوي واحد ماشي حبايبي اذا سؤال زي هذا السؤال لما يجيك سؤال زي هذا السؤال اول شغلة عندك بتبحث الاتصال طيب بحثت الاتصال يا استاذ طلع قاف مبتصل عنده سين مساوي واحد بدك تجيب قاف فتح على الواحد من اليمين اشتقيت انا السؤال كليات وهيو هاي قاف فتحها هاي واحد من اليمين وهاي واحد من اليسار واحد من اليمين عوضت طلع واحد على اتنين واحد من اليسار طلع سالب واحد واحد على اتنين وسالب واحد قاف فتح على الواحد من اليمين لا تسوي قاف فتح على الواحد من اليسار اذا قاف فتح على الواحد غير موجودة اوقاف غير قابلة للاشتقاق عند سين مساوي واحد. طيب خلصنا من السؤال هذا يا جماعة. ابحث قابلية الاشتقاق او لما تيجي تجيب المشتقة للمتشعب بديك تبحث الاتصال عند النقطة. نيجي لهذا السؤال ما اعطيني ها واحد سوى اربعة. قاف فتحة الاربعة سوى خمسة. ها فتحة الواحد سوى اتنين. اه فان قيمة يعني جد قيمة. شو بدك يا سيد العزيز? بده قاف بعد ها قاف بعد ها فتحة للواحد. شو قانونها ها يا جماعة? قانون ها يا استاذ هاي اللي هي بتساوي المفروض قاف فتحة لها واحد ضرب ها فتحة للواحد. واحنا بنبلش دايما من جوة. من عند الها واحد. اذا السؤال هي يساوي قاف فتحة. وين الها واحد يا جماعة? وين? ها واحد بتساوي اربعة يا استاذ. ضرب ها فتحة للواحد. هدول موجودات متهيقلة التين تين. قاف فتحة للاربعة هايها. قاف فتحة للاربعة بتساوي خمسة. ضرب ها فتحة للواحد تساوي اتنين. هاد السؤال هدية. هدية. عشرة. الجواب سوي ايش? عشرة الاف. هاد سؤال هدية يا جماعة. ولا لأ? شو رايكو? هدية هادا ولا مش هدية يا جماعة? والله يا استاذ فعلا سؤال هدية. طب يلا على اللي بعدي. السؤال اللي بعدي. هيوا معطيني قاف صيني نسوي هادا الكلام. بده قاف فتحتين. قاف فتحتين يا جماعة. معناته هنشتق مرتين. طب يا استاذ عادي جدا. اشتق مرتين. وين المشكلة? عندك قاف صين? يلا المشتقة الاولى. قاف. مش حلوة قاف هاي. قاف فتحة للسين. هون في قوة تلاتة. بتنزل القوة يا استاذ. بصير تلاتة. اتنين سين. زائد واحد. وبصير تربيع ضرب. مشتقة القوس نفسه اتنين. لو ضربنا الاتنين هاي في التلاتة هاي. يجوز شرعا. تصير ستة. اتنين سين زائد واحد تربيع. هاي قاف فتحة للسين. اشتق كمان مرة يا ريت. طيب قاف فتحتين للسين. برضو في قوة. هتنضرب مع هاي. هتصير اتناش. هتصير اتناش. اتنين سين زائد واحد القوة. هتصير واحد. مش ضروري. ضرب. برضو مشتقة القوس. ضرب باتنين. الان بدو قاف فتحتين لسالب واحد. اتناش باتنين استاذ اربعة وعشرين. طيب. اتنين بسالب واحد سالب اتنين. زاد واحد سالب واحد. اربعة وعشرين ضرب سالب واحد. تطلع سالب اربعة اربعة وعشرين. ازن الجواب النهائي سالب اربعة وعشرين. برضو سؤال جميل جدا. برضو هدية هدا السؤال. هدا سؤال ايش يا جماعة برضو? سؤال هدية يا استاذ. الله يكتر الهدايا. اللي بعدي طيب. ها? برضو اشتقاق ما اعطيني قاف انين سين ناقص واحد يساوي ستاش عسين ناقص خمس والمطلوب قاف فتحة للتلات برضو اشتقاق طبعا ما تفاضل يعني شو وحدة التفاضل بدي يكون فيها غالبيتها اشتقاق طبعا اشتق اللي هاي قاف فتحة اتنين سين ناقص واحد ضرب ما بجيب الضرب هاي اللي مشتقت ما داخل القص يا استاذ اللي هي ضرب اتنين صح ستاش عسين هذا يعتبر ثابت اللي هو الستاش بنعكس اشارته سالب ستاش ضرب مشتقت المقام مشتقت المقام السين مشتقتها واحد على المقام تربيع عسين تربيع الثابت بنعكس اشارته ضرب مشتقت المقام واحد على المقام نفسه تربيع السؤال طالب قاف فتحة للتلات فانا بحكي له اجبار اللي جوه هاد هاد اجبار يصر تلات يعني اتنين سين ناقص واحد اجبار تصير تلات طب انجل ناقص واحد اتنين سين سوى اربعة يعني سين هتساوي ايش سين هتساوي اتنين يبقى هون سين تساوي اتنين واجباري طبعا هتصير قاف فتحة هاد اجباري صار تلات لان السؤال طالب قاف فتحة للتلات طبعا هون هتحكي ضرب اتنين وساوي السين عندك كام السين عندي اتنين ستاش اتنين تربعة اربعة ستاش عاربعة اربعة وفي سالب يعني سالب اربعة هنقسم اكيد برضو ع اتنين ع اتنين هتطلع عندك قاف فتحة للتلات سالب اربعة اتنين سالب سالب اتنين الجواب الجواب النهائي سؤال برضو سهل ومر معناه فكرته اكتر من مرة اللي بعدي طالب كتب لي هيك ها فتحة على قاف وكمان فوق هون حاطط كمان فتحة ولا الواحد شو معنى الفتحة اللي فوقها يا جماعة الفتحة لهاي شو معناها معناها نشتق هذا يا استاذ طب هذا شو هذا يا استاذ قسمة حلو بما انه قسمة وسع لي صدرك شوية هيك المقام هتحط له تربيع بعدين واحد اتنين ماقص واحد اتنين المقام قاف مش تقت البسط البسط ها فتح مش تقته ها فتحتين ناقص البسط ها فتح مش تقت المقام قاف فتح عوض يلا حاضر عوض يلا القاف معطيك اياها القاف قاف واحد بتساوي اتنين اتنين تربيع اربع القاف معطيك اياها تنين طب الهاء فتحتين الهاء فتحتين معطين اياها سالب واحد. ازا هون سالب واحد. ناقص. الها فتحة. الها فتحة معطين اياها اتنين. ازا هون اتنين. القاف فتحة. القاف فتحة معطين اياها خمس. هذا يعني يعني تواصي هذا الشؤال. اتنين بسالب واحد سالب اتنين. اتنين بخمسة عشرة. سالب اتنين سالب عشرة. سالب اتناش على اربعة. يطلع الجواب سالب تلات. هذا الشغل الصح. سالب تلاتة. وين هسالب ثلاثة با. سالب سالب ثلاثة. السؤال سهل برضو يا استاذ فكرة واضحة جدا. اشتقوا اشتقوا ايش? معوض. تمام تمام. السؤال اللي بعديه برضو جماعة جماعة المطلق. وداخل المطلق تسعة ناقص تلات سين. هاتلي ايا تسعة ناقص تلات سين هده هون. تسعة ناقص تلات سين. ليش بجيبوه هون يا جماعة استاذ عارفين? بدك تعوض التلات. وتشوف شو بطلع الجواب. وتشوف شو بطلع الجواب. تلاتة بتلات تسعة. تسعة نقص تسعة صيفر. ههو طلع صفر. طلع صفر. طلع صفر معناته اعادة تعريف. اعادة تعريف. معناته القاف سين طبعا اعادة تعريف. الطلاتة هون من الجهة هي نفس نفس اشارة سين. اشارة سين هون سالب. يعني هون سالب. والجا هاي موجب. هون سين اكبر من ثلاثة. هون سين ايش? اصغر من ثلاثة. فقف سين هيصير عندي اه تلاتة سين ناقص تسعة. هذا في حالة سين عكسناها. هاي سين اكبر من ثلاثة. ممكن تحطوا مسواعة فكرة. وهتصير تسعة ناقص ثلاثة سين زي ما هي. في حالة سين ايش? اصغر من ثلاثة. طبعا هذا متصل. هذا ايش ماله? متصل. يبقى تاني يا جماعة. عوط عوط داخل المطلق. تسعة ناقص ثلاثة سين. عوط تلات طلع صفر. اذا صار فيه يمين ويصار من اليمين. هاي تلاتة من اليمين. تلاتة من اليمين. من اليمين الاشارة سالبة. فتسعة ناقص ثلاثة سين. اصير تلاتة سين ناقص تسعة. طيب من اليسار اشارة موجبة. ضلتها ايش? ضلتها زي. زي ما هي. هاي من اليسار. ضلت زي ما هي. لما تشتق الان قاف فتحة للسين. شوف. قاف فتحة للسين. هتساوي. اشتق هاي. هتطلع تلات. اشتق هاي. هتطلع سالب تلات. هون سين اكبر من تلات. وهون سين اصغر من تلات. واضح ان قاف فتحة. لا التلات من اليمين. لا تساوي قاف فتحة للتلات من اليسار. معناته قاف فتحة للتلاتة ملها غير موجودة. كيف يا استاذ عرفت ان اليمين غير اليسار? لا 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 بزعل منك ما هيها. هاي اليمين وهاي اليسار مش متسويات. ازن الجواب على طول ايش? غير غير موجودة. يبقى هون عملت انا ايش? اعادة. اعادة تعريف. اعادة التعريف. ما انا حكي تقولكم. المطلق احنا بناخده طلع موجب بنشيل علامة المطلق. طلع سالب بنشيل علامة المطلق ونحط سالب. طب ازا طلع صفر بنعمل اعادة تعريف. فبصير عندك اش يمين واش يسار. طب اش يمين واش يسار هاي قاف سين. بعدين بنجيب قاف فتحة. قاف فتحة للتلاتة من اليمين. طبعا قاف فتحة هاي من اليمين. قاف فتحة للتلاتة اليمين بتساويه تلات. وقاف فتحة من التلاتة من اليسار بتساوي سالب تلاتة مش متسويات معناته قاف فتحة لالتلاتة مالهي يا جماعة. اكيد غير غير موجودة. اكيد غير غير موجودة. طيب يا استاذ السؤال اللي بعدي. هذا السؤال. ماشي الحال. هذا السؤال صاد يساوي ظل سين جتا اتنين سين. صاد يساوي ظل سين جتا اتنين سين. بده دال صاد عدال سين اللي هو المشتقة. عنده سين يساوي باي على باي على اربع. طيب ماشي. هيها صاد بتساوي ظل سين جتا اتنين سين. طب على طول يا استاذ هدول بينهم ضرب. طيب. فاحكي له صاد فتحة. الاول. مشتقة التاني. زائد تاني. مشتقة الاول. الاول ظل سين. مشتقة جتا اتنين سين سالب. جيب اتنين سين. طبعا ضرب اتنين. انه نجيب تا ضرب اتنين هاي استاذ. اللي مشتقة الزاوية. التاني جتا اتنين سين. والاول ظل سين. مشتقة الاول. مشتقة الظل. قاطع تربيع تربيع سين. هو بده عنده سين ساوي باي على اربع. باي على اربع. ماشي. هي صاد فتحة. عنده سين ساوي باي على اربع. ابشير. اه تطلع ظل الباي على اربع. ها ظل باي على اربع. سالب اتنين جيب هاي اتنين ببايع اربعة بصير بايع اتنين زائد اتنين ببايع اربعة بصير جتة بايع اتنين وهون قاطع تربيع باي بايع الاربعة بتاع نطلع الاجوبة ظل البايع اربعة واحد اللي خمسة اربعين يا جماعة جيب البيع اتنين واحد في سالب اتنين سالب اتنين جتة البيع اتنين صفر هيكلاتها تصير صفر واحد بسالب اتنين يطلع الجواب سالب سالب اتنين. هده هاش كلام خلاص. الجواب جيم اللي هو ايش؟ سالب سالب اتنين. ازا اشطق وعوض. اشطق وعوض. اشطق وايش? وعوض سهل. اه اربع على صاد ناقص اتنين سين يساوي تلات. صاد لا يساوي صفر. دال صاد عدال سين. بده دال صاد عدال سين عند النقطة سالب اتنين وسالب اربع. برضو استاذ هنشتق ونعوض. طيب هاته موجود عندك اربع على صاد. ناقص اتنين سين يساوي تلات. يلا يا بطل. اشتق. اربع على صاد استاذ قسمة. هنعكس اشارة الثابت. ضرب. مشتقة المقام. صاد فتحة. على المقام تربيع. صاد تربيع. ناقص اتنين سين مشتقة اتنين. يساوي مشتقة التلاتة ايش? صفر. عوض. هعوض. عندي سين ما فيش سينات. مش هحتاج السين. بس صاد سالب اربعة. صاد ايش? سالب اربعة. هحتاجها. بتصر سالب اربعة. صاد فتحة. على صاد سالب اربعة. طيب. سالب اربعة تربيع. هتصر ستاش. يساوي. يساوي اتنين. كيف يساوي اتنين? سالب اتنين راحت هناك. اربعة مع ستاش. اربعة. اضرب ضرب تبادلي. سالب صاد فتحة يساوي تمانية. يعني صاد فتحات سوي ايش? سالب تمانية. لما نضرب ضرب تبادل نودي لها السالب يا جمع. يعني حسابات بسيطة جدا في جدا ان احنا نحكيها كتير. الجواب اه سالب سالب تمانية اللي هو ايش? اللي هو اللي هو جي. اضحت الفكرة مية بالمية. اللي بعدي. برضو دال صاد عدل سين. ما اعطيني سين يساوي جيب صاد. بدو دال صاد عدل سين عند النقطة هيو. فان دال صاد عدل سين عند النقطة نص وبيع ستة. نص وبيع ستة. بقول له ماشي. هاشتق برضو. السين مشتقتها واحد. الجيب صاد جتا. صاد ضرب صاد فتح. ونجيبتها صاد فتح ايه. مشتقت الزاوية يا قلبي. يعني الواحد هيساوي. احنا بنعوض. ما فيش سينات. هنعوض الصاد بس بايع ستة. جتا بايع ستة. بايع ستة اللي هي تلاتين. جتا التلاتين. جتا التلاتين. جذر تلاتة عتنين. ضرب صاد فتح. طبعا ضرب تبادله. هيطلع عندك صاد فتحة. بتساوي اتنين. على ايش? على جذر تلاتة. طبعا مقلوبها. صاد فتحة. اتنين على جذر على جذر تلاتة. وين? هيها الف. اتنين على جذر. اتنين على جذر تلاتة. سؤال سهل جدا نزم عش. طق وعوض. وبس ايش? اه اضربها ايك سهلة جدا. ماشي? طيب. اللهم صلى الله سيدنا محمد. السؤال لبعده. صاد ونون وسين. يا سلام. اهلا وسهلا زمان عنكم. صاد يساوي اتنين نون تكعيب. سين يساوي نون تربيع. حلو. بده دال صاد عدال سين. بروح اقول له هون دال صاد عدال نون. حفظنا الشغلة. بتطلع ستة نون تربيع. وهون بحكي له دال سين عدال نون. اللي هي بتطلع اتنين نون. وعندي السلسلة اللي هي صاد مربوطة مع نون ونون مربوطة مع سين. فعشان اجيب لك دال صاد عدال سين. بكتب دال صاد عدال سين تساوي دال صاد عدال نون. دال صاد عدال نون ضرب دال نون عدال سين. ضرب دال نون عدال سين. عوض دال صاد عدال نون اللي هي ستة نون تربيع. ضرب. ده النون عدل سين. ده السين عدل نون اتنين نون. فده النون عدل سين نجلبها. بتصير واحد على اتنين نون. طيب ماشي. واحد على اتنين نون. بيصر نختصر? يا سلام عز الاختصار. ستة مع اتنين تلاتة. والتربيع مع النون. طلعت تلاتة نون. هو بده الكلام هاد عندما نون تساوي اتنين. نون تساوي اتنين. تلاتة باتنين. نساوي ستة. ازن الجواب النهائي ستة. وين? وين وين? ده الستة. ها سلام. هاي اسئلة عن الصحيح. ايش بفتح النفس? هات اللي بعضية. اه البعضية بداية الامتحان التامن. خلصنا هيك الامتحان ايش السابع. ازن هاي سلسلة. اشتقاق. وفي منه سلسلة برضو دائرية. اشتقاق. بسهل هذا جدا. اشتقاق ضرب وفي دائرية وتعويض. اه المطلق اعادة تعريف. شوفتوا المشتقة طلعت كيف غير موجودة. هذا اشتقاق قسمة. تعويض. هذا برضو اه في سلسلة. سلسلة وفي قسمة. تعويض. هذا سلسلة. اشتقنا مرتين سلسلة. هذا تركيب اقترانات. هذا قابلية الاشتقاق. وهن حلنا بطرتين لوبيتال وعلى التعريف. اشتقاق هادا ايش? معدل التغير. هذا مش اشتقاق. هذا معدل. معدل التغير. بس قانون وطعويد. قانون وطعويد. وهذا المشتقة بالتعريف اللي هو بداية الامتحان السابع. معناته الآن بنوصل عند الامتحان الثامن. موقع حصص اونلاين. نضع العلم بين يديك.